في البورصة هذه عنوين جريدة عالم اليوم نذهب إلى الصباح وعنوينها حول كذلك النائب السابق فيصل المسلم هيبة الدستور تحكم بشط المسلم هو العنوان الرئيس لجريدة الصباح خنشو بقية العنوين الاستئنات اصدرت حكمها النهائي بيدانته بتهمة افشاء الاسرار المصرفية وعنوان اخر هاجز الشط يكشف تناقضات الحلفاء استياء شعبي من تجاهل المعارضة المبدى العدالة والمسواة وانقلابهم على شعاراتهم اداروا ظهورهم لقضية شطر وتعش مرشحا واستماتوا للدفاع عن المسلم الراشد ربيع المؤزمين انقلاب وربيعنا في 2 فبراير تعهد تمام نخيم بتأييد رفع الحصانة عن مختحمي البرلمان دشتي يطعن في قرار شطبه وتنازل المنشحين في الثانية والرابعة ننتقل إلى جريدة اخرى ونشوف المستقبل المسلم يدفع الثمن والمفسي الطليق هو عنوان الرئيسي لجريدة المستقبل خلونا نشوف بقية العناوين مراقبون يدعون الحكومة لقراءة الوضع المحلي واستيعاب المزاج العام للمضي في ملف محاربة الفساد الجمان يدعو للتحقيق في بيع اسهم ميدان بدينار 480 بينما قيمة الدفترية 49 في السن المسلم المستقبل لن أتراجع عن كشف المفسدين قانونيون إدانة المسلم لا تمنعه من الترشح قيادات المركزي تعيد مناقشة مناقصة المبنى الجديد فائض الميزانة الكويت 10 مليارات دينار ننتقل إلى جريدة اخرى نذهب إلى الوسط والوسط اليوم عنوانها كذلك حول موضوع النائب فيصل المسلم إدانة المسلم في قضية الشيكات خلونا نشوف بقية العناوين محكمة الاستئناف برأت مدير فرع بنك برقان الدلال نحترم حكام القضاء ونختلف معه موضوعيا بشأن مبدأ الحصانة البرلمانية الراشد أنا مع الحق ولم أكن يوما تابع للحكومة أو المعارضة الأحمد نخشى أن ينتقل الفساد من المجلس إلى السلطة التنفيذية أي تقريبا هي أبرز عنوين جريدة الوسط نذهب إلى الكويتية والكويتية اليوم عنوينها هي فقط التي تختلف عن جميع صحبنا المحلية عنوينها اليوم حول استبيان حول مرشحين الدائرة الثانية رغم أن موضوع فيصل المسلم كذلك موجود بقوة في الصفحة الرئيسية الغانم والصقر والحربش منافسة حادة على الصدارة كما يقول استبيان بأن الدائرة الثانية سيكون التنافس على المراكز الأولى بين محمد الصقر ومرزوق القانم ومجمعان الحربش خنشوف عنوين الكويتية في استبيان الدائرة الثانية القادسية تدعم الراشد ومنصورية تميل العدساني التجار في القمة والعصيمي قلب الحسبة المطر يتقدم وانشقاق السلف يؤثر على العميري وليس الخنة المطوع الأكثر حظما بين الشيعة وأروى الرفاعي تشكل خطرا على حضوظ الجسار المسلم شطب لا لم يسطف في واقعة الشيك الشهير وطبعا بقية الاستعدادات لتجنيس الدفعة الثانية كما تقول جريدة الكويتية ننتقل إلى جريدة أخرى مشاهدين الكرام وأمامي الآن جريدة القبس والقبس كذلك موضوع اليوم هو يتعلق في موضوع فيصل المسلم جميع صحبنا المحلية اليوم عنوينها الرئيسية والصفحات الرئيسية الأولى كلها تتحدث عن موضوع النائب السابق فيصل المسلم العنوان يقول لجهة الداخلية تدرس الحكام لاتخاذ قرار الشطب من عدمه براءة المسلم من خيانة الأمانة وإدانة بإفشاة سر مسرفي الداخلية مجددا تجمعات البدون ممنوعة اعتصام أمام السفارة الأمريكية للمطالب بإطلاق العودة والكندري هذه تقريبا الأبرز العنوين في جريدة القبس الرأي قائمة الشطب الثانية من واحد إلى ثلاثة نهج عقد اجتماعا طارئا بعد صدور الحكم على المسلم الذي طلب عدم التصعيد والغانم الشطب يجب أن يكون إجراء واضحا وشفافا ولا يخضى لحسبة سياسية وطبعا بقية العنوين تقريبا موجودة في أغلب صحفنا المحلية الخالد حمل سوريا مسؤولية تأمين سلامة المراقبين ودعاها إلى وقف العنف وإطلاق المعتقلين وفتح المجال للإعلام وبقية يمكن العنوين سماوي للرأي منعت من إقامة ندوتي في تيماء حتى لا يكون مقره ملاذا لتظاهرات البدون وزير الإعلام حال الصفار للتحقيق لتوقيع شيكا بأكثر من عشرة آلاف دينار أخيرا أمامي الوطن والوطن كذلك نفس العنوان في جميع صحفنا إدانة المسلم والباقي عند الداخلية كما تقول جريدة الوطن وبالتالي العنوان يعني اليوم في الوطن أو في القبس أو في الرأي أو في بقية صحفنا المحلية كل الأخبار اليوم تتحدث عن موضوع النائب السابق والمرشح حالي في إيصال المسلم رح نناقش هذا الموضوع مشاهدين الكرام ولكن نأخذ فاصل وبعده رح نواصل بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام رجعنا إليكم من جديد رح نناقش معكم كالعادة أبرز وهم عنوين جرائدنا الصادرة اليوم الخميس شاركنا اليوم الكاتب والمحل السياسي الأخ محمد شمس الدين حياك الله أخ محمد الله يحييكم حياك الله أخ محمد اليوم لا حديث يعني فوق موضوع النائب السابق والمرشح الحالي في إيصال المسلم اليوم محكمة الاستئناف أيدت حكم درجة أولى ويعني واضح أن هناك خلاف كبير حول موضوع هل يشطب من ترشح الانتخابات أو لا يشطب رغم المعلومات لدي مؤكدة بأن لجنة الطعون في الداخلية اتخذت قرار بشط المرشح ويبدو أن القرار خلال ساعات رح يتخذ عموما اليوم خلافات كبيرة حولها هذا الموضوع بداية نبي نناقش موضوع الإخلال بالأمانة والشرف يبدو أن الموضوع هذا اليوم ليش حصل فيه خلاف لأن لا يوجد هناك تعريف واضح في القانون الكويتي وبعدها رح ندخل شوي شوي على الموضوع فيصل المسلم أولا كثير من القضايا في الكويت وأهمها القضايا القانونية والمواد القانونية لا يوجد لها تعريف واضح وصريح بمعنى القتل كما ذكرت في بداية البرنامج يعتبر من الأمور المخلة في الشرف ولكن هل القتل العمد يعتبر مخل بالشرف والقتل دفاعا عن الشرف والأرض والعرض يعتبر مخل بالشرف أيضا هل السرقة تعتبر مخلة في الشرف وإن لم يكن هناك قانون يجرم هذه السرقة كثير من القضايا السب والقذف تحت أي بنت تكون مخلة بالشرف وتحت أي بنت لا تكون مخلة بالشرف كثير من الأمور لم يكن هناك لها تفسير واضح وصريح ليعرف الشارع قبل القانونيين وقبل السياسيين وقبل الإعلاميين بأن هذا القانون هذا هو تعريفه وهذا هو النص الواضح والصريح بخصوصه أو بشأنه كذلك قضية فيصل المسلم قبل قضية الأخ فيصل المسلم كثير ما طالبنا وكثير سنطالب الآن بأن تكون للقضايا ولجميع المواد القانونية تعريف واضح وصريح لكي لا يكون هناك خلاف في الشارع الكويتي الآن الشارع الكويتي أنقسم قسمين القسمين الواضحين طبعا قسم مع أن سلم البراق لم يخل فيصل المسلم لم يخل بالشرف والأمانة وقسم يقول لك أنه خلاص مدام صدر عليه قانون يلحق من سبقه بالشط ويطلع من الترشيح كلاهما مر أحلاهما علقم إن شطبت فيصل المسلم دخلت في أمور كبيرة ومعارضات كبيرة لم تسبق أن كانت في الكويت ونتمنى أن لا تكون بالكويت طيب عفونا عفونا أخي محمد أنت الآن تقول إذا شطب فيصل المسلم ندخل فيه لماذا نصيق وأيضا إن لم يشطب وأيضا إن لم يشطب يعني الآن الخيارين أنا أتكلم عن الخيار الأول الخيار لا أنصار من يقف مع النائب السابق فيصل المسلم ونحن هنا ليس مع أول فيصل المسلم نحن نتكلم أهم شيء عندي أنا سيدة القانون في دلت الكويت الآن بعض الأسف من يدافع عن فيصل المسلم سننزل إلى الشارع سننسحب لماذا تنسحب ليس تنزل إلى الشارع يعني قرار تخذت المحكمة وبالتالي إذا أصر وزير الداخلية قرار الشط أمام المحكمة استعجلة هو يتتخذ القرار المهائي ما هي المشكلة في هذا الموضوع؟ الخيار الصحيح والحكيم وأكيد ما رح يغيب عن الأخ فيصل المسلم اللجوء إلى القضاء نحن مع اللجوء إلى القضاء بأن ينصف القضاء ويعطي كلمته إن شطب أو لم يشطب هناك قضاء نتمنى اللجوء له هو وغيره ما لنا إلا القضاء وهذا الشيء اللي نطالب فيه وإن شاء الله لا تتعدى المسألة إن شطب كما ذكرت لنا المصادر إن شطب أن يلجأ إلى القضاء ونكتفي بذلك إلى أن يصدر القضاء وقضاءنا نزيه ومستقل وبعيد عن السياسات والحمد لله ولم يستطع أحد أن يثنيه وهذه الواقعة أصلا تثبت لنا بأن قضائنا مستقل ونزيه حيث أن كثير من التهديدات كانت مباشرة وغير مباشرة للقضاء وللحكومة بأن لا تدين فيصل المسلم وأدانه القضاء الآن لا نتكلم عن موضوع إدانة فيصل المسلم بل نتكلم عن موضوع أهم إن شطب فيصل المسلم أو لم يشطب نتمنى اللجوء إلى القضاء إن لم يشطب هناك نواب شطبوا من البرلمان عليهم اللجوء للقضاء والمقارنة بفيصل المسلم إن شطب فيصل المسلم عليه اللجوء إلى القضاء وإنصافه وإرجاع حقه وهناك أخي محمد سوابق يمكن المرشح الحالي والسابق خالد شليمي 2009 شطب شطب ونجع المحكمة وانصفت المحكمة ورجع والآن هو موجود ومرشح في الدائرة الرابعة وكذلك إذن عفوا إذن التهديد في هذا المسأل أعتقد أنه يخل بالنظام الدستوري نتمنى أن نبتعد أولا التهديد لم يصدر من فيصل المسلم ولم من المقربين من فيصل المسلم وأنت ذكرت كلمة ولكن أنا أحب وصل كلمة وذكروا فيها المشاهدين لأن المشاهدين يعلمونها جيدا بأن جريدة الشاهد وقناة الشاهد لم تكن مع أو ضد أحد بيوم من الأيام لا في السابق ولا في الوقت الحالي والحمد لله شواهدها معروفة بأن جريدة تشاهد بعيدة كل البعد عن أن تكون مع أو ضد وخصوصا بما يتعلق في الأحكام القضائية نحن مع القضاء مهما قال ومهما أمر فنرجع إلى موضوع الأخ فيصل المسلم أنا أرى بأن مشكلة فيصل المسلم ليست الشطب يشطب أو لا يشطب المشكلة هي قانون الانتخاب في دولة الكويت أولا هذا قانون قديم لم يطور ولم يغير قانون من الستينات ثانيا كثير من المثالب فيه مثل أنت الآن عندك الكمبيوتر وتستطيع أن تضع رقبك المدني وتعرف كل القضايا المرفوعة ضدك أو القضايا التي رافعها وتتابعها من خلال الآيفون أو اللابتوب كذلك الداخلية كانت تستطيع أن تستعين بهذا الجهاز وتبقي جهة القضاء موجودة في لجنة التسجيل للقيود الانتخابية وترى أولا قبل أن تفتح الباب للمرشحين أن يأتوا ويسجلوا أسماءهم عليها شب جميع من يحمل قضية لا أستخدم قبل أن يرشح نفسه يا استاذي لا يجوز لرجل يشطب ولا يحق له الترشح أن ينتخد إن كان هو سيء ومخل بالشرف والأمانة ولا يحق له أن يمثلني في البرلمان أيضا لا يحق له مشاركتي في اختيار ممثلي في البرلمان يعني هذه أصلا المنطق يقول ذلك أنت مخل بالشرف والأمانة ولا يحق لك أن ترشح نفسك وأن تكون في قبة البرلمان أيضا كذلك من باب أولى أنك أنت لا ترشح أحد ولا تنتخب أحد يعني هذا الموضوع يجب على وزارة الداخلية إدراك عنها بالبداية تشطب جميع من يحملون قضايا مخلة بالشرف والأمانة هذه نقطة مهمة أتمنى أنها توصل بعد أن تقوم بشطب المخلين ومن يحملون قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو قضايا من دولة أو قضايا كثيرة نوع من القضايا لا نتشرف أن يمثلنا رجل يحمل مثل هذه القضايا في مجلس الأمة الآن بعد أن يشطب قيده من التسجيل يفتح الباب للجميع من يحمل المواصفات وتنطبق عليه المواصفات القانونية ويحضر معه ورقة لا حكم عليه صادرة في تاريخ معين يعني أنها لا تتجاوز السهل الشهور أو لا تتجاوز الشهر نعم نزيل أيضا من ضمن المثالب هو المبلغ المدفوع في وقت الترشيح نعم الآن أنت الآن في دائرة الأولى مثلا 79 أول